موسيقى أحبائي من جبل التطويبات عند كنيسة التطويبات اللي أخذت منها كلمة طوبة من العهد الجديد في الإنجيل المقدس بشارة متى الإصحاح الخامس أول كلمة ذكرها طوبة يمكن اللي بيشاهدونا يمكن ما عندهمش الفكرة عن كلمة طوبة هي يعني بلغتنا البسيطة ينيالك يبختك بس هي لها معنى أعمق من ناحية كتابية سواء في اللغة اللاتينية اللي أخذت طبعاً من اليوناني أو اللغة العبرية فكلمة طوبة تعني يا لغبطة يا لسعادة سعادة من الكلمة مكاريوس اللي هي بتعني السعادة هنيئاً يا لهناء بالإنجليزية ترجمة بلسد يعني يا لباركت يا لفرح بالعبرة ترجمة يا لغنى الجبل هون اسمه هار هاوشر يعني جبل الغنى يعني المقصود جبل السعادة فالطوبة هي حالة سماوية بيتمتع فيها المؤمن في هذه الحياة عادة طبعاً المسيح هز المستمعين عادة الناس يطوبون القوة يطوبون العظمة بطوبوا الغنى بطلقوا القوة والصحة والحكمة والإمكانية واتخيل أنه أول كلمة بيسمعوها من عزة المسيح على الجبل طوبة هنيئاً لك نيالك يا لسعادتك طيب الصدمة الأكبر أنه مش الكلمة الحلوة اللي بيبتدي فيها يسوع لكن مثلاً طوبة للمساكين بالروح طوبة للرحماء طوبة للحزانة طبعاً هذا فكر جديد بالنسبة للمعاصرين اللي كانوا في أيام يسوع المسيح طبعاً البشير متى يعتبر جسر بيأخذنا من العهد القديم إلى العهد الجديد آخر كلمة في العهد القديم مذكور كلمة لعني أول كلمة بيتكلمها طبعاً في تعليم يسوع في عزة يسوع طوبة يا لغبطة يا لسعادة يا لفرح يا لهناء يا يعني لبركة الإنسان اللي بيعمل في مبادئ الملكوت هذه حالة سماوية بيتمتع فيها المؤمن في هذه الحياة اللي اختبر يسوع المسيح طبعاً التطويبات هي مجموعة جواهر كيف نوصف هذه الجواهر؟ جواهر ثمينة جداً تشبه العقد الجميل جداً كلها مرتبطة في بعض وبيبتدي الرقي الروحي طبعاً بيبتدي من المسكنة في الروح إلى آخر مرحلة طوبة لكم إذا عيروكم واتهدوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين فإذاً بتشوف هذه السلسلة من التطويبات هي عبارة عن جواهر ولقال ثمينة عبارة عن عقد جميل كله متماسك في بعض لما الإنسان بيختبر حضور المسيح وبيتمتع في مجد يسوع المسيح شيء طبيعي لابد أنه يعكس هذه التعاليم الجميلة في حياته ترجمة نانسي قنقر